مئة يوم تفصل النمسا عن انتخابات برلمانية حاسمة مستشار حزب الشعب يقاطعون اجتماعاً لوزيرة البيئة مؤتمر الولايات يفشل في التوصل لاتفاق حول شرط اقامة اللاجئين اعتقال افغانيان بعد التحرش بقاصرين في مسبح بالنمسا السفلة ثلث المواليد الجدد في النمسا جاءوا عبر عملية قيصرية واخيراً فينا تفتتح رصيف 22 على جزيرة الدنوب للسباحة والتنزه مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشرة بقي مئة يوم فقط حتى الانتخابات البرلمانية الوطنية في النمسا المقررة في 29 سبتمبر حيث تشهد البلاد ضروة عام انتخابي مكثف بعد الانتخابات البرلمانية الاوروبية وتأتي هذه الانتخابات مع احتمالية منافسة ثلاثية بين حزب الحرية FBE وحزب الشعب FB والحزب الاشتراكي الديمقراطي SBE وحتى الآن من المستبع التشكيل ائتلافاً بين حزب الشعب وحزب الخضر بناء على استطلاعات الرأي التي تشير الى غياب الاغلبية لديهم وتبدأ حملة جمع التوقيعات للترشح في التاسع من يوليو مع تحديد سقف تكاليف الحملة الانتخابية بـ 8.66 مليون يورو وسط توقعات بزيادة التنوع الحزبي بعد الانتخابات امتنع مستشار الطاقة من حزب الشعب في كل من النمسا العليا والنمسا السفلة وتيرول وساليسبورغ وكيانتن عن حضور مؤتمر للطاقة في فورال البرغ بسبب حضور وزيرة البيئة لينورا غي فيسلر من حزب الخضر وعبر اعضاء حزب الشعب عن استياءهم من الوزيرة بسبب موقفها من تنظيم الاتحاد الاوروبي لاعادة تأهيل الطبيعة ووفقا لبيان مشترك منهم اكد المستشارون ان غي فيسلر تضع الانديولوجية فوق المصالح الوطنية مما يعرق للتسويات في قضايا الطاقة على المستوى الاتحادي بالرغم من الموقف الرافض الموحد في معظم الولايات انتهى اجتماع ممثل الاندماج في الولايات النمساوية بتسوية تسعة قرارات مشتركة بما في ذلك انشاء مجموعة توجهية لإدارة بيانات اللجوء وتوصيات لتحسين التعليم ومشاركة الاباء ولم تتم الموافقة على طلبين في الزامية الاقامة بسبب اختلاف الاراء بين الولايات وابدى كريستوف فيدا كير مستشار الاندماج في فين استياءه من عدم التوافق الفيدرالي في حين انتقد فولف جانج هاتمانزدورف ممثل مستشار النمسا العليا المزايا الاجتماعية في فين ودعت سار رشار مستشارة الاندماج في كيانتن الى التضامن وتطوير اسس موحدة للاندماج عبر الولايات النمساوية اعتقلت الشرطة شابين من افغانستان وثالك بعد اتهامهم بالتحرش باطفال في مسبح بالقرب من مركز لجوء ترعيس كيرخن في النمسة السفلة وقعت الحادثة الثلاثاء الماضي حيث قام المشتبهان اللذان يبلغان من العمر تسعة وعشرين وثلاثين عاما بالتحرش بالاطفال في البركة وبعد اختار الاهالي والمنقذ تم ابلاغ الشرطة واعتقالهم وفرض الحبس الاحتياطي عليهم لمنع فرارهم او ارتكاب انتهاكات اخرى ولم يعترف الشابان بالتهمة الموجهة اليهم وبالمقابل واجه التهم بالضحك امام الشرطة ويواجه الشابان عقوبات تصل الى سنتين سجن اضافة الى رفض طلب اللجوء وترحي لهم كشفت هيئة الاحصاءات النمساوية عن ان اثنين وثلاثين فاصل اربعة بالمئة من سبعة وسبعين الف مولودا في العام الماضي ولدوا عبر عملية قيصرية بزيادة اثنى عشر فاصل اربعة بالمئة عن عام الف وتسعمائة خمسة وتسعين وفيما سجلت مقاطعات شتيامارك اعلى نسبة بثتة وسلاسين فاصل ثمانية بالمئة كانت النسبة الاقل في فورال بيرج بتسعة وعشرين فاصل اثنين بالمئة ويعود هذا الارتفاع الى عدة عوامل ابرزها تأخر السن الانجاب حيث تزيد احتمالية الخضوع لعملية قيصرية مع تقدم العمر وخاصة النساء فوق الخامسة والثلاثين عام هما الاكثر عرضة للولادة القيصرية بواحد فاصل ستة مرة مقارنة بالنساء دون الخامسة والعشرين عام اضافة لوضعية الجنين وحالات الولادة المتعددة كالتوائم تم افتتاح المرحلة الاولى من رصيف اثنين وعشرين في منطقة جزيرة الدانوب في فينة بواجه جديد يشمل اماكن سباحة واستجمام ومساحات خضراء وانشطة رياضية وشمل المشروع هدم المطاعم السابقة حيث يمتد من جسم الرئيس بروكة الى اول رصيف سباحة مع خطط لمطاعم محدودة وشاحنات طعام مؤقتة وتنفذ التجديدات على ثلاث مراحل مع الانتهاء من المرحلة الاولى هذا الصيف ومن المتوقع الانتهاء من المشروع باكمله بحلول خريف الفين خمسة وعشرين ويهدف التصميم الجديد الى جعل المنطقة جذابة اكثر للزوار بالاماكن الخضراء والمرافق الترفيهية كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين امسيا سعيدة ونهاية اسبوع سعيدة والى اللقاء